موسيقى مرحبا بيك عايشك موسيقى مرسي عايش اليوم موضوعنا معاك سيزوهير هو مديرو القرب الماناجر دو بروكسيميتي أبطال الأزمة المنسيون بو منا راشك المنسيين ولا لي لكن يلزم انا اوبليجي كمام ان نعملو عودة على الاكسبرينس متاحهم دي ايغو بخاجماتيك الأبطال البراجماتيين الأخبار الغير السارة الكلكم انتو مهوم اللي جيتو بيهم دونك انا اوبليجي على شلي انا نقدمو لكم تحيات ونرجو على الاكسبرينس هذيه اولا بشكيك نغن نشوفو شنوه النجم ونخرجو منها ونتعلمو منها زيدا كيف كيف من بعد في اسئلة مجرب بش نحكيه على مسئولية المديرين داخل وخارج أوقات الأزمات يظهر لليوم اكتسبنا نوعا ما من الخبرة من الأزمة هذيه ما عادش مسموح انه ما عادش نستبقو الأزمات ما عادش ناخذو نزيسير على بكري هذيه الكل حتى اللي عشان اصباح فيه كاريغ لكن اقبل هذيه الكل الموعد الاستنسوبية جميع مستمعين كوتشينج اكسبرس موضوع لليوم هو موضوع شيئك خلي نقوله عقليه القطيع ايما بخوش تودسويت في كوتشينج اكسبرس كوتشينج اكسبرس يحب الملاعب يحبوا برشا ويشجع فيه وملايين اللي تيلي سبكتاتور يشجعوا فيه فالاخر بالكل كان ما يتفهمش مع ادارة النادي متاعه وادارة النادي تنجم تنفصل عليه وهذيه هو اللي نسخايل وقت اللي برشا عباد كيفي مهمش موافقين انه رئيس الجامعية الفلانية يعفي اللاعب الفلاني معناها رئيس الجامعية الفلانية هذيكا ما عندوش نفوذ ولا ما عندوش قرار هذيه نعاودو نلقاوه في الخدم والحالة اللي قدامنا اليوم هي حالة متاع نزاع جاي منها البيت هذيه ولا هالحاجز هذيه متاع التحيز وإلا عقليه القطيع شنية الحالة اللي قدامنا مستمع يقول عرفي اخلاقيا مايعجبنيش ودايوغ مايعجب حتى حد في البيرو والناس كل ماهماش موافقين وعرفنا القديم اللي هو توا ولا عرف عرفنا هو بيدو قلنالو وهو موافق معانا وعرفي مانيش متفاهمين اوياه ونحالي مسؤوليات وزيد نحالي في البونيوس متاعي السنة ومانيش متفاهمين وشنوه نعمل وهو خايب ويزيد يعمالي في هذيه الكل خلينا نحلو شويه هال وضعية الشيكة واللي هي ما هيش منعزلة وضعية نراوها ديما ونسمعوها ديما الساعة اول حاجة نحب نقولها اللي العداوة مع العرف كيما العداوة مع الحريف تغني المنافسة كهو معناه ما هيش حاجة بيه يا العداوة مع العرف الى عارفك اخلاقيا ما يعجبكش الى ما يعجبكش بالكل معناها اخليقيتو مرفوضة تماما بالنسبة ليكراك مقعدتش معاه مدامك قعدت معاه معناها هذيك بلكش يحياتو ولا التصرفات في اطار معين وفي اخليقيت نجم انتي تظهرلك معناها ما تجيش وهو تظهر له ودى هو عارفك انسان ينجم يغلط ويصيب ويخفل وينسى ويتفكر ويعمل به والخيب الحاجة اللي ملفتة للنظر هوني اللي صارت غلطة من العارفة تلاثة سنين التالي اللي هو مثلا اخذيت امتيازات من الشركة استعمالهم للعايلة متاعو هالغلطة هذي اللي عملها العارفة تلاثة سنين التالي قاعدة تلتوت سمن في العلاقة مع المستخدم تاعو انا نحب نحكي مع الكولابوراتور ونقول له انتي شكون في الوضعية هذي يعني انتي خدمتك مراقبة المحاسبات مثلا تعمل غا بوغمتاك تقف غادي الحكاية كيما مشيت انتي وصاحبك الوتيل وصاحبك روح بمانش فامتاع الوتيل نجم تقرر اللي معاش تحكي معا حياتك كاملة خطره روح بالمانش فامتاعو وإلا تقول مكروش عشانا ما نعملش العاملة هذي وترجعو صحاب ما تنجمش تخلي حاجة ولو انتي اخليقيتك ما كنتش انتي تعملها في بلاستو تنجمش تخلي حاجة عملها انسان غيرك تسمى علاقتك به خاصة تنكي تولي علاقة مهمة الكغير متاعك كيما علاقة متاع عارفك حاجة اخرى وقت اللي يقول اللي الناس الكل في البيرو ما يحبوش العارف هذيه وعارفنا زيدا الان بلوس دو وإلا عارف العارف زيدا موافق عارف العارف انجم يكون موافقكم معناها انسانيا ولا عاطفيا ولا في المزاج مش موافق مع السيدة دي اما ما دي ما نخليه معناها السيدة دي اما يجيب في معناها نتيجة نتيجة مالية للمربحة معناها للشركة وإلا السيدة دعليه بيب لي ولا فما سبب مقنع انه يخليه السيدة دي في بلاستو وهذيك عليش انا ننصح المستمع اللي تواجه لنا بالاستشارة دي انه ينسى شنوه اللي صار ويحل صفحة جديدة مع عارفه ويحاول يعمل علاقة مربحة علاقة بوزيتيف ايجابية مع العارفة دي على خطر قعد عارفه وكان هالعلاقة هذي ما هيش ممكنة يلوج عارفة اخر خير له معناها الحاشة الثانية اللي مهمة انه هال ان بلوس دو اللي يتشكيه لو الناس الكل في البيرو من عارفهم نهار منهارات بش يتعب ويفد من الناس الكل اللي يتشكيه من نفس الحاجة على خطر الان بلوس دو كان يسمحهم مش معناها هو موافقهم يسمحهم خطر من دوره ولا من اخلاقه انه يسمع معناها اغتون دو فاغ لي مامشو يزمنا نوقفو نعملو نفس الحاجات اللي ما يجيبوش جدوى وقت اللي حاجة ما تجيبش جدوى لوج اي حاجة واحدة اخرى نعملها وانها تجيب جدوى وظهر لي هال تشكي هذا في الكلورات ما هوش قعد يجيب في حاجة جديدة نرجعو للصلب الموضوع اللي هو هالبخيم هالمسئوليات اللي قاعد ينقصوا هذيه من المخاطر متاع علاقة خايبة مع العارف انه هال هالعلاقة الخايبة هذيه تخلي كيما النظرة دونية من السيد هذيه اللي يحكي العارفه النظرة الدونية تجيب النظرة الدونية زادة معناها هي حاجة اساسية انه يحسن في علاقته مع عارفه وانه يركز في اللب الموضوع اللي هما المسئوليات متاعه الفريق متاعه الخدمة متاعه الازوبجكتيف متاعه ويخلي السيد معناها يخذ البيه من عند عارفه ويتغاضع على الخايب معناها يخذيك حياته مهم جدا انه كيمشي يحكي مع عارفه على المسئوليات ولا يحكي مع عارفه على البخيم يكون عنده حاجات فاكتويل حاجات معناها ارقام اهداف حاجات بش يعملهم معناها خطه متاع عمل بش يعمله وكان يعمل هاكا يكون كلمه مقنع اكثر بيسر من الكلم متاع المشاعر متاع عارفي ظلمني هو مشبهي وكل شيء اه معناها كنلخص هذيه الكل نركزوا على لب الموضوع ونخليوا معناه اهل القرار يقروا في وجود العارف هذيه والليه ونحسنوا على علاقاتنا بالناس اللي معانا في العمل وان شاء الله ديما متقلقين مشكورة جدا يمن بخوش هذي كوتشينج اكس بخيس لليوم وفيت اتنجموا تعودوا تلقاوا هون بودكاست على سيت راديو اكس بخزة فام بوان كوم وإلا سيغلا باش فيسبوك اكس بخزة فام وإلا لو جروب كاريير باي اكس بخزة فام بحذينا سيزو هير مبارك بش نحكيه معه حتى للعشر متاع صباح في كاريير اه مديرو القرب لما نجار دو بخوكسيميتي ابطال الازم المأنسيون شوية اخر في عفيد اكس بخمات بعدوش